المترجم للقناة 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 التقليل من الشعور بتاع التخوف وتحويل الشعور بالخوف وبالتهديد إلى فرصة إلى شعور بأنه فما فرصة جدية وفرصة هامة جداً مش لحماية السواحل مش لحماية البناءات والمدن اللي موجودة على السواحل التوسية إنما لي وضع تصور جديد للتنمية في البلاد وليوضع تصور جديد للنمو مع مراعاة المخاطر هذه تحويل الأزمة إلى فرصة يعني تحويل هالأزمة هذه في نظرتنا يعني في مخاخنا ونقعدوش نخافه 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 لابد من أن نحولوها إلى فرصة ونفهم أنه هذه فرصة كيما ونختم بهذه كيما الإنسان عنده دار الدار هذه قدامة برشا ومهدى بالسقوط إيش بش يعمل يعود يبنيها في نفس المكان وفي نفس الموقع هذيك وإلا يحول إلى مكان آخر ويستغل الفرصة هذية بش يبني بنية جديدة الإمكانية هذية موجودة ومتاحة ومزالت متاحة والوقت مزال قدامنا بالرغم اللي فما سينيال دالارم هكا ربما الكليم بتاعي كان فيه شوية هكا تخويف لكن هذي توقعات المية وطمق قاعدين اللي حذوا فيها على أرض الميدان فهذا مهم جدا أنه مش يدفعنا ويدفع البلاد لكلها في تصور نماط جديد للتخطيط العمراني ونماط جديد للتخطيط الترابي ونماط جديد حتى لأساليب الإنتاج والاستهلاك في البلاد شكرا لك سيمونير أنا بشتعادة لسعادة بن يوسف مرحبا بيك مرة أخرى سعادة بن يوسف وستاذ جامعي ومختص في مجال التغيرات المناخية اللي نحب نبني على اللي قالوا سيمونير اليوم حددنا المشكل بالضبط النتائج متاحة على الواقع متاعنا سيمونير كذلك أعطى اقتراحات اللي تنجم تعاوننا أن نوصلوا البر الأمينة حقيقة اليوم زادة فما نقطة أخرى مهمة نشوفوا فيها اللي هي التكنولوجيا اللي حاضرة في حياتنا طريقة كبيرة فما العديد من البحوث ولا العديد من الاختراعات والمشاريع اللي التكنولوجيا تكون في قلبها واللي من خلالها نحاولو نحدو من الأثار السلبية للتغيرات المناخية على أرض الواقع وإلا حتى كما احكي سيمونير في طريقة تغيير العقلية معناتها اليوم من خلال التكنولوجيا تنجم التعيش في الغياليتي فيرتويل 2030 إذا كان ما عملنا شيء وتشوف البحر وتشوف الجبل وتشوف الزلازر وتشوف كذا وكذا شنو حسب تقديرك أنت وتجربتك أنت وإلمامك بالموضوع هذية كيفاش نجم اليوم نستعملوا التكنولوجيا في حاجتين الحاجة الأولى هي تحقيق تأثير إيجابي على المواطن وفي استقباله للمعلومة هذية وباش كما قال سيمونير يمشي يبدل على أرض الواقع وكذلك التكنولوجيا عفا كيفاش نجم ونستعملوها اليوم للحد من التغيرات المناخية هذية في تونس أو حتى في العالم تفضل سيدك المليك يعطيك صحة أول حاجة نحن بقول نشكر سيمونير ونشاطر الرأي في مئة في المئة مع أنت في الإقال وما ننزمش نزيد عليه نحب نعرج مع أنت ثم دراسة جديدة كنت أشرفت عليها اللي هي على ديجيتاليزازيون هذية والأثار متاعها إلى مدى الفين وخمسين مع المعهد التونسي لدراسات الاستراتيجية واللي موجودة فيها تصور كامل ومن المعالجات اللي نعالجوا فيها ثم المشكل البيئي والإيكولوجي والتغيرات المناخية محتوطة في قلب البي الحاجة الثانية نحب نقولها اللي اليوم التكنولوجيات هذية في وسط المجتمع متاعنا نعيشوا بها ومعاش نجموا نستغنيوا عليها لكن هذية التكنولوجيات يزمك توظفها أنت بيش تعالج بها القضايا متاعك ويزمك بيش تحل بها هي تكون المفتاح اللي تحل به مشاكلك دونك يزمك تعرف أنت المشاكل والمشاكل سي مرين حدادر نجموا نعالجوها ثم لكن يزمنا نحن نكونوا نوجهوا التكنولوجيا بيش نعالجوا به النجم بتوجه التكنولوجيا بيش متعالجش بها القضايا متاعك وتعيش بها تولي يتأثر أكثر سلبيا ثم ثلاثة حاجات هما النجموا نستعملوها والحاجة هو تغيير نمط عيش هو شنو بيش نحاولوا نتأقلموا مع واقع جديد والتأقلم على الواقع الجديد في خاصة منتعة تغييرات المناخية يزمي نحن بيدنا عنا قابلة للتبديل نمط العيش بتاعنا النمط العيش بتاعك تنجم تبدله إذا كان عندك المعلومة واليوم التكنولوجيات هذية تنجم تعطيك المعلومة بيش تنجم أنت يتبدل نعطي إكزامبل السامبل بيش نفر مو كيفاش التكنولوجيات تنجم تتبدل يدوري عندها بعض أيام دراسة قمت بيها ومسح قم بيها ستاك دونك الشركة تنسي الكهربائي والغاس تعطي كيفاش التوينسة يعيش وشنو الاستعماليات متاحهم متاع الظو متاع الفرجدير ونمسح به برش لكن يقوم كل ثلاثة ستين ولا كل أربعة ستين بس نعرفوا التوينسة كيفاش يعم اليوم بالتقنيات هذية الشركات العالمية متاع الماس خاصة أنا نعيش ما بين زوز الضفاف في فرنس النجم نعطيك بالضبط البارح شو استهلكت والفرجدير متاعي قليش استهلكت وانا كي تفيت الظوة لما تفيتش والكونسوماتي متاعيش تأثير متاع الفاتورة الاخرانية شوه بالضبط الفاتورة مش فاتورة الاخرانية البارح الكونسوماتي متاعي قديش بتاع النهار وقت لي انا مش موجود في نعرف بالضبط شو واذا كان انا تعطيني كل يوم ويوم تدقيق ايش صار وقت لي عنا هذيك وليت اينا نقتصد لاني نعرف الضبط كي نقتصد شنو التأثير متاعه لك تشوف الامباكت ريال الامباكت ريال تولي تتوليز موان لرسورس هذية موجود اليوم والتكنولوجيا هذية موجودة ويظهر لي نحنا اليوم في اسباستع سترتاب ينجم هوم يوري هون طوع ريال كيفاش تنجمون بد هذي معادش راهي حاجة رفاهية هذي يزم استعمالات يوم حاجة ليزم اليوم ايش معانتها معانتها اذا كان انتي عندهم الناس المعلومة ينجموا يبدلوا ويغيروا ثاني حاجة التنقلات تمتع الناس اليوم الترانسبور ومشكلة الترانسبور النجمو نعالجوها برشة اذا كان نعرفه شكون يتنقل وقتاش كيفاش وكيفاش النجم النظمه هذي يراو الترانسبور والتنظيمة بتاعه النجم يقلصك من حدة المشاكل بتاعه اذا كان انتي تعرف كيفي بالاليات بانسور ثم حاجات اللي هو ما زادها من الدولة اذا كان انتي تحب تنظم القطاع هذي ثم حاجات زادة يزمك هالكو وانت كو واتوراج وليزا بيكاسي حتى النقل العمومي في حاجاته اللي هو مش موجود كما ينبغي ووقتاش يتعديه هذي كل روه فاسي وعنا دي سترتاب اليوم في تونس يبنيو في البزنس مديل انتاحهم على المعطيات اللي تعطيهم الشركات التونسية نتعال نقل 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 المعلومة وكيفاش المعلومة النجم بدل بها انا كيفاش تصرف متاعك تصرف متاعي اليومي هذي اول حاجة ثاني حاجة ثم التقنيات اليوم وتكنولوجيات اللي هي تجربة بدلنا تقلصلنا من كمية الاستعمالات متاعنا في المواد الموجودة اليوم موجودة بصفة رهيبة معنا هذي ما في اللي في كستانيرجيتيك خاصة موجودين توظوه يلزمني انا مثلا اه اه نتحكم فيه انا نسكر وانا نعم نتحل في الدراسات في اوروبا يقولوا خمسين في المياه من استعمالات متاعنا متاع ذو هو التكايف معانتش معانت يا اما تعمل الشفاج ولا تعمل الكليماتيزازي على التبريد ولا تسخي إذا كان تحط انتي ذكا استناعي يتحكم فيها ويتحكم في الغرفة وقت اللي نحن مش موجودين ايطاف ايطافي وحنا نحن موجودين هو اللي يعمل له ومش كما شخص واحد موجود كما القاعة تبدم عم الترجم تعطيك خمسين في المياه من استهلاكات أقل من تاع طاقة كذي هذي الجنراليزازيون هذه التقنية هذه موجودة اليوم وبأسعار قعدة ناس يتعبق. ما عادش نجم ونتعاملوا معها بتقبل. هذو ما خاصة في مدى البناء. يظهر لي زي ما تتعمم. ما عادش رفاهية راي. هذي الألات الذكية موجودة في الواقع عمتان. ثلثة حاجة والأخيرة. اللي هي خاصة استعمالة متاحة في الصناعة اليوم الصناعات الذكية. وخاصة الاندوستري كات بوان زيرو. اليوم راو توانسة ميتين اليوم مؤسسة تونسية انضمت في هذه الصناعة الذكية. وقت اللي نسمع في اللي تيموانياج متاحهم أول حاجة يقول لي أنا ربحت خمسة وعشرين في المية من الاستعمالات. متاع المية متاع الضوء متاع الكميات اللي كنت تستعمل فيها. نعطيكم مثلا حاجة صغيرة. مش ترقوا قيمة الذكاء الاصطناعي. بالذكاء الاصطناعي اليوم. اللي يربيوا في في الحود في خليج المستير. آآ كانوا يعطيوا خمسة وعشرين في المية من المواد للأكل للحود. زيت. ما غير ما يعطي انتجية أكثر. الذكاء الاصطناعي اليوم في وسط قلب خليج المستير. هو اللي يتحكم وقتاش يعطي الأكل للأسماك. مش نوع الكمية. وخمسة وعشرين في المية من معانتها من الكمية. نقصت. وما نقص. لكم المصروف انقص. مش معانتها معانتها الاستعمالات هذي متاع الاريات. اذا كان عمامها أنا فتي شو متاعي. تبدلي النمط. وتأقلمني مع الواقع الجديد. بش نرجع على سؤال هو شبيب اللي سألته السيمونير. اليوم كما حكيت انتي اليوم فما ناس على المستوى الفردي يتوجه للحاجات هذوم. ولكن هي سياسة دولة في نهاية الأمر. يعني تعميم استعمال الذكاء الاصطناعي او استعمال التقنيات هذية يدخل في سياسة الدولة. مثلا نستيق سمعنا دو قولة البارح. انهم بدوا في جهاز الصغير كيما تحطه وتكونكتيه بتليفونك وتنجم تعمل تعرف بضبط قديش سهل. لكن مص تقريبا اربعمائة شخص فقط. هوني نحكيه على التعميم. التعميم كلي كان مثلا ما نجمش نعمم على خاطر المستعمل ما هوش ما عندوش الدراية اللي يزمها باستعمال تكنولوجيا هذية. هوني فيما نقص استفهم كبيرة خاطر تونسي تبركر له مختلف الشرائح العمورية. ماشي. فما زاد يقول لك اليوم انتي تحكيل على تكنولوجيا كبيرة. هل فيها مصاريف كبيرة؟ هذي هو سؤالي ليك اليوم. كيفاش الدولة من خلال سياستها تنجم ترد استعمال التقنيات هذية. حاجة عادي كيما انا بش نشري الفرجيدير وإلى الجاز ونختار استهلاكه للطاقة. كيفاش نخمم زاد على الاستهلاكي بدقيقة بدقيقة. كيفاش تولي العملية عادية؟ أنا المشروع هذي كان بشي مثلا نعرف كم المشاريع ذي السمارت سمارت ميترينج. شو هو سمارت ميترينج؟ انتي كتب للا واحد راكب في تاكسي وعندو عشر ألف. يرا في الكونتور وقت اليوم سوى عشر ألف. خلوه خفني. اي انا مع عمري مرة قديش خاعد نكونسومي بالفلوس واليوم ثم أجهزات نجم انفت تعطي كونتون ريال كونسوماتي متاعك. دونك تحكم في ما تنجمش انتي تجيك الفاتورة متاع استيك وانيش كل مفجوعين وخليب ذا مالي بليير. تباع بوستاج يجي. اي اليوم كي تعرفها تنجم انتي تبدل استهلاكيات متاعنا. هذي هي يرا. هذية كان مشروع نذكر وانا مع المان. كان بش يصير على ولاية السفاقس كاملة. اي مع جيزات وزات سيناء. وانا كان معانتا كان اموذج وانبعد انه هو راو فيه وعليه. نقول راو ثم معطيات. لانا يمس معطيات شخصية. المظيفات شمعانتها. معانتا توقي إذا كان يحبوا يعرفوني أنا موجود في الدار وليه. يعرف. يعرف. لانا الكونسوماتي متاعك عندك بالطريقة. نعرف بالضبط. نعرف قطيش انتي وصلت للدار ولموصلتش للدار. دونك يزم حماية معطيات هذي بش نجم نتعامل مع القليات هذي. لكن موجودة هذي. هي سياسة دولة. السياسة دولة كيما قلت سيمونيرو هيكا. لكو دو لا نون اكسيون. إذا كان ما تعملش اليوم راو يزمك تعمل بالدو بالغدوة. وإذا كان ما تعملش غدوة معانتا بالكوادريبل بعض غدوة. دونك انفات يزمنا نحطه نحن القليات ولمو أنا لكو البعض. أما الكو ذاكا روي ربحك بارشا. نهاريخ. دونك أنا حسب رايي. القليات الموجودة اليوم بالذكاء متاع الشباب اللي عنا خاصة. النجم نطورو فيها ونرد النجم ردوها شرين تراجيكتوار لوك استرا. مش لازم نشريوها راو. النجم نحن راو بالشباب بتاعك. أما الشباب يزم نحطوه وين يلزم يمشي بشي حل المشاكل. يعرف المشكلة بالتحديد. نحطو زاد الاعتمادات. أنا سمحني اليوم مشاكلهم يكون مش مشكلة أفكار. اليوم مشاكل موجودة تمويلات. هي تمويلات خنحطوها في الهذاية بشي تحللنا مشكلة. بضبط. بشي سألسوا الاخير اللي كنتي سعادل. اليوم نحكيو عالهانسة المعمارية. وإذا كان فما حاجة فهمتها منك لكم زوز وبالخبرة متاعكم زوز. إنه اليوم وقتي نحكيو على البناءات ونحكيو على المناطق الحضرية. نحكيو على العديد من الاختصاصات في الهانسة وفي الهانسة المعمارية. فإنه بالنسبة لي اليوم الطالب ليدخل يعمل بخكوخ هذك كل. مش ليقرأ بركة ولا يقرأ اختصاص مرتبط بالتغيرات المنخية أو بالمنخ. ليه اليوم المهندس المتاع الميكانيك ديفليوديز ميفهم. المهندس المعماري. المهندس الكهربائي وغيره. فهل تتصوروا اليوم إنه حتى المنظومة التعليمية في الجامعات متاعنا والتوعية اللي تصير حتى تنجم تكون مليسية زادة. التوعية كما حكيت أنت سيمونير على المجتمع المدني والأهمية متاعه. زادة تأثر مبعد بشنيسة دومة اللي بشيخوا جوا يخدموا في كيب ملتي دي سيبليناغ. إنهم يحطوا زادة التغير المناخي والتأثير متاع المواد اللي يستعملوها والمكونات متاع المواد اللي يستعملوها على البيئة ككل. نشاطرك الرأي هو ثم ثم دونيو حسب رأي في السؤال متاعك. ثم ثم نجم أقول منظومة المؤطرة اللي فيها لزارشيتكت وفيها لزيكول دارشيتكتور وديرباليزم وذوق منظومة مؤطرة. يلزمها شوي رسكلة في الحاجيات الجديدة وخاصة هذومة واليوم ثم بارشة حاجات اللي تنجم تكون رسكلة ربيد معنا. لكن هذين ناس تفهم وعندهم قابلية ونجمو نخدمو معاهم به. أنا اللي مخوافني مش هذيك اللي البني قاعد يتعمل بار بناية اللي ما عندهم مش حتى هالا تكوين هذي. واللي يحط فيه تلاثة كميات متاع السيمان وهو كمية باركة تنسبة معانتها نقط يصب الضالة هو يحط فيها معانتها متاع حاجة. نجم على موضوع الرقابة معانتها هوني سياس. يلزمنا خاصة للسكتور هذيك هو التوعية. الانفورمير. التوعية فيها ايه الانفورمير والناس اللي قاعدة تبني تاو وتقابلني معانتها دو كاكة دو ناتور. ما ما خذيش حتى معطا. آآ وثاني حالة وثالت حاجة نجم نختم بيها نعطي كلمة سيمونية. اليوم مختل راو فرنسا عندك تسع انواع تسع اصنف تاع سيمان. ولهنه في تونس عنا صنفين تاع سيمان. راو سيمان معانتها من اكثر السكتور كي كنتريبو هذو من الامبرانت كاربون. ايه الامبرانت كاربون. دونك اليوم ثم ازادة ريجلومنتاسيون ازما تتبدل شوية. بشو و اخر حاجة سامحوني انا تعاسف. اسكو نحنا دولة اونا انتري اا اكسبورتي سيمان. نحنا اليوم وني ديز اكسبورتاتور بنيدو سيمان. ايش معانتك وني اكسبورتاتور خطرنا ذاك كله كان بالدعم على حساب المؤسسة متاعنا ومؤسسة الوطنية. اليوم اسكو نحنا انا انتري بشكو. فما مراجعة ازما هتسيج معانت. ممكن نبدلو لانا نمط جديد. اكيد. اكيد جدا اكيد جدا. سيمانير كلمة الختم ليك في طقيقتين. في طقيقتين ااا بشيقول ثلاثة حاجات. اللي كانت جمال. الحاجة توقل شاي ميكرو سمحني سيماني. اي اه في طقيقتين كلمتي الختب الحكم الي كنا. اولا بش ناا نبدا من ينوقف سي عادل الذكاء الاصطناعي مهم جدا. لكن ما نساوش اللي آآ معاه هذا وربما قبل هذا البنية هي بيدها. ونت حكيت عاليزارشيتيكت وعال وعاليوربانيزم وبالتالي. البنية هي بنفسها آآ يزم تكون آآ ايكونوم ونينيرجي. صحيح. لانه من جملة الظواهر المناخية ولو احنا تبرك الله بلاي تسخونة من قديم الزمان ومزلت بش الزيت تسخن. تسخن. فهمت اه اذا كان توا العالم يجري على كيفاش بش النقص والحد وفهمت الارتفاع بتاعها على درجة الحرارة في حدود واحد فاصل خمسة ولا اثنين فهمت درجات من هون إلى الفين ومية احنا احنا توا ثلاثة درجات عملناه زايدين بالنسبة للبلاي كيمة تونس. ايه. الحاجيات بتاع الكليماتيزاسيون اللي كان يحكي عليها سعادل خاصة للتبريد تنقص. والحاجيات الاضاءة تنقص تنقص الاضاءة اللي تعتمد على الطاقة يعني ببطي الكارباقية ولا غيرها تنقص. وحتى لو كن نعمل طاقة شمسية. اه باي يعني طاقة متجدة وانظف. اه من الطاقات الاخرى. لكن راهو ما يحليش المشكلة يحلي جزء من المشكلة. لكن المشكلة الاساسي والي هون يفهمه اقتصاد كامل وصناعة كاملة. وسلس لما ترابطة ما بين اهل الاختصاص. بتاع المعمريين والزوربانيست و بتاع البلانيفيكاتورoda walijnرجisticiens وغيرهم هو انو كيفيش نبدلوا البنية متاعنا باش تولي زيرو ديبوندانت دينيرجي تولي بنية باسيف وهذه يراه تعمل الحي بقول اللي راهو ما هيشي حلمة ولا خرافة راهو تعمل دون دي لابوراتوار وفما حتى بعض الخواص عملوه وحقوه وبالقياسات وبالنتائج ما فهميش حاجة فبتي لسه ليك الطاقة لأنه البنية تتحمل هذي كل ذي حاجة مهمة جدا جدا وراهو هذي المستقبل بتحبليه لأنك انتي باش تنمي قطاعات جديدة بتاع الاقتصاد باش تخلق فالور معناه الدولة ما ترجمش تحل المشاكل الكل لكالإران شيقول القول الدولة يزب تكتفي بالدورها وتسهل الخواص انهم سهل الخواص سهل الخواص اولا تعطيهم الحرية خلينا استخدم على رواحها علاش انا كل شي نضبطه بكل رش وروط وصفات عمومية وقل له باش تاخوة انتياز جيبائي يزمك كذا وانا ما حشيش منتياز جيبائي انا حشي باش تعطيني حرية باش نخدم النشاط باش نطلق موارد شغل ولأنه السوق موجود والطلب موجود والأفاق مازال تتطور ولهذا انه الدولة تتعلم تخرج من الثقافة القديمة بتاع الدولة انها ترفع يدها على العديد من القطاعات باش يزدهر الاقتصاد والمشكلة ما هيش مالية المشكلة اقتصادية بالاساس لانه الاقتصاد هو اللي يخلق الثروة وهو اللي يخفف الوطأ على بيزانية الدولة علاش الدولة تتعمل كل شي وتستثمر في كل شي شكرا لك شكرا لك شكرا لك